السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي النهاردة إن شاء الله هنراجع على قواعد المنهج كامل بطريقة بسيطة وهتلاقي قواعد المنهج كامل في ورقة واحدة تقدر تحملها من أول تعليق تعالى نشوف يلا أول قاعدة عندنا وهي Future Tains with Will plus Infinitive زمن المستبه البسيط مع Will زائد المصدر استخدام قاعدة Will التنبؤ بدون دليل قرار سريع عرض طلب تمني تهديد الكلمات تدل على الزمن وهي Tomorrow Next Soon In The Future إن زائد أي سنة في المستقبل شكل الزمن في الإثبات بنجيب فاعل وبعد كده Will وبعد كده مصدر بتحفظها فاعل Will مصدر وفي النفي فاعل Won't مصدر فاعل Won't مصدر ممكن نشيل Won't ونخليها Will Not في السؤال بهل بنجيب Will في الأول وبعد كده فاعل وبعد كده مصدر يبقى Will فاعل مصدر لو كان بأدات استفام فبنجيب في الأول أدات استفام وبعد كده Will فاعل مصدر كلمات بتستخدمها للتنبؤ زي I hope I think I'm sure I promise I expect perhaps I predict probably عندي قاعدة F في الحالة الشرطية الأولى وبتتكون من F أو Win وF هنا بتساوي Win بيجي بعدها مدرع بسيط وبعد كده Will والمصدر بقى مدرع بسيط Will مصدر بالفكر مدرع بسيط سريعا مدرع بسيط كان شكله مع المفرد اللي هو هي She it والاسم المفرد بنجيب معه الفعل أخره S أو ES أو I ES وشكله في النفي doesn't muster إنما كان شكله مع الجامعة I will use A والاسم الجامعة كنا بنجيب بعضهم الفعل في المصدر ولما كنا بننفيك ونا بنجيب don't زائد المصدر تعال نشوف مثال If you pass your exams I will buy you a new motorbike لو أنت نجحت في الامتحانات أنا هشتري لك متسكل جديد هنا جبت مدرع بسيط وبعد كده Will زائد الفعل في المصدر تعال نشوف جملة ويكون فيها F في النص لو F جات في النص هيجي بعدها مدرع بسيط وقبلها Will والمصدر تعال نشوف في المثال I will be able to travel abroad if I have a passport أنا هيكون عندي القدرة أن أنا سافر بالخارج لو معايا جواز صفر If I don't have enough money I want to buy a new phone أنا لو مش بمتلك المال الكافي أنا مش عارف أشتري لك ريفون جديد ممكن نستخدم كلمة should للنصيحة بدل من كلمة will وبيجي برضو بعدها الفعل في المصدر تعال نشوف مثال You should turn off the light When or if you go to bed يجب عليك أنك أنت تطفي النور عندما تذهب للنوم أو تذهب إلى السرير If or when you have a tooth ache You should go to the dentist لو أنت عندك ألم بالأسنان يجب عليك أنك أنت تذهب إلى طبيب الأسنان فهنا دي نصيحة فبنستخدم should مكان will countable nouns and uncountable nouns الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد الأسماء التي تتعد اللي أنت بتقدر أن تجيب منها المفرد وتجيب منها الجامع زي مثلا كلمة a bin ومعناها column ممكن أقول لك three pains الثلاث أقلام كلمة مثلا زي an orange برتكالة ممكن أقول لك كده three oranges a car معناها سيارة واحدة لو عايز أقول لك مثلا ثلاث سيارات فأقول لك three cars أسماء التي تعد بيكون الليها مفرد وبيكون الليها جامع إنما الأسماء الغير معددة بيكون لها شكل واحد الأسماء المعددة بيأي معها حاجات ولأسماء المعددة فييجي معها حاجات تانية طب تعال نشوف دي some,sum waiting some توجي في سؤال العرض والطالب وبيجي في الجملة المسبتة يبقى صام توجي في حتى الجملة المسبتة سؤال العرض والطلب طب تعال نشوف مسال I have some apples أنا لدي بعض short الز blue فكده دي جملة مسبتة تعال نشوف مثال مع الأسماء الغير معدودة I have some sugar أنا لدي بعض السكر فالسكر هنا اسم لا يعد فالصمي بتيجي مع الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد تعال نشوف مثلا سؤال عرض وطلب بقول له كده Would you like some apples هل تود بعض الطفاح فده كده عرض Could you give me some water هل ممكن تعطيني بعض المية ده كده سؤال طلب إني برضه بتيجي مع الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة إني بتيجي مع حكتين بتيجي مع النفي وبتيجي مع الاستفام يعني بتيجي في جملة المنفية وبتيجي مع الأسئلة كلها معدل عرض والطلب I don't have any apples أنا ما بمتلكش أي طفاح فدي كده جملة منفية I don't have any sugar أنا مش بمتلك أي سكر فدي كده جملة منفية برضو Do you have any sisters هل لديك أي إخوات فدي كده سؤال بس مش سؤال والعرض والطلب Do you have any sugar هل لديك أي سكر وعندي بقى a lot of a lot of مشتركة بتيجي مع الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة فبقولك كده I have a lot of pains أنا لدي الكثير من الأقلام الجاف فa lot of معنى الكثير من a lot of بتساوي lots of تعالي شو المثال ده كده I have lots of juice أنا لدي الكثير من العصير عندي a few معنى القليل من بس a few بتيجي مع الأسماء المعدودة بس فبقولك مثلا علي has a few bottles علي بيكون لديه القليل من الزجاجات ما بيجيش طبعا مع الأسماء التي لا تعد a little معنى القليل من بس بتيجي مع الأسماء الغير معدودة بس علي has a little water علي لديه القليل من المية too many بتيجي مع الأسماء التي تعد فقط ومعنى الكثير من علي has two many bottles علي لاديه الكثير من زجاجات too much بتيجي مع الأسماء التي لا تعد فقط علي has too much water علي لاديه الكثير من المية وستعالي خاصهم كده بسرعة يبقى a few و a little معناهم القليل من a few بتيجي مع الحاجة اللي بتعد a little بتيجي مع الحاجة اللي نبتعدش too many و too much معناهم الكثير من too many بتيجي مع الأسماء المعدودة و too much بتيجي مع الأسماء الغير معدودة a lot of بتيجي مع الاتنين ومعناها الكثير من عندي قعدة الامبراتف وهي صيغة الأمر يكون عندي أمر مصبت وأمر ما نفي بدي أمر الحد فبجيب مصدر الفعلي في الأول وبعد كده باقي الجملة زياني بقولك مثلا open the door افتح الباب close the window افل الشباك ممكن أجيبها always مصدر وبعد كده باقي الجملة بقولك مثلا always wake up early دايما مبكرا فهنا برضو أمر عندما عندي الأمر المنفي بنجيب don't زاد الفعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة don't make noise ما تعملش دوضاء ممكن نجيب مكان don't نجيب مكانها never ونجيب بعدها الفعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة never add too much salt ما تحطش كتير من الملح فإنا برضو وده كده أمر عندي be وبعد كده باقي الجملة بقولك مثلا be careful when you boil the water لك حريص عندما تغلي الميا don't be وبعد كده باقي الجملة وده كده أمر منفي don't be late for school ما تكونش متأخر على المدرسة expressing about ability and disability التعبير عن القدرة وعدم القدرة في المدارع بنعبر عندها في المدارع بكذا طريقة تعال نشوف أول طريقة وهي can or can't زائد الفعل في المصدر كم معناها يستطيع وكانت معناها لا يستطيع I can paint a scenery بقدر أنه نرسم منظر طبيعي I can't play the guitar أنا ما بقدرش أنه أعزف على آلة القتار يبقى كان بيجي بعدها الفعل في المصدر وكانت بيجي وراء الفعل في المصدر لو حبيت تسأل فبجيب كان في الأول يبقى كان فاعل مصدر Can you play the violin هل أنت بتقدر تعزف على آلة الكمان ذي كده أول طريقة ثاني طريقة بجيب فاعل am or is or are able to زائد الفعل في المصدر I am able to paint a scenery أنا لدي الكدرة على رسم منظر طبيعي النفي بتاعها فبجيب فاعل am and isn't aren't able to زائد المصدر I'm not able to play the guitar أنا ما عنديش كدرة أنه أعزف على آلة القتار السؤال بنجيب am or is or are فاعل able to زائد المصدر Are you able to play tennis هل أنت عندك كدرة أنك أنت تلعب كرة التنس دي كده تاني طريقة طريقة رقم ثلاثة بنجيب فاعل وبعد كده know or knows how to زائد المصدر knows how to بتيجي معه he or she or it والاسم المفرد إنما know how to بتيجي معه I, we, you, they والاسم الجامع فأنت بتحفظها كده فاعل know how to مصدر I know how to paint a scenery عند النفي don't or doesn't know how to زائد المصدر I don't how to play the guitar وفي السؤال do or does فاعل know how to زائد المصدر do you know how to play tennis هل أنت بتعرف إزاي تلعب كرة التنس قبل ما نخش على القاعدة اللي بعدها تعمل أخصوم لك بسرعة يبقى عندنا أول حاجة can or can't مصدر حبينا نسأل بتبقى can فاعل مصدر القاعدة التانية am or is or are able to زائد المصدر لو حبينا ننفي فمنحط نط بس بعد am or is or لو حبينا نسأل بنجيب am or is أو are فاعل able to مصدر القاعدة رقم ثلاثة بنجيب فاعل know how to زائد المصدر ومع المفرد knows how to في حالة النافئ don't أو doesn't know how to زائد المصدر في السؤال do أو does فاعل know how to زائد المصدر adjectives order ترتيب الصفات وإدي قاعدة مهمة جدا وبيجيلك منها سؤال في الامتحان ومحتاجة حفز جدا أول حاجة بنجيب الرأي وبعد كده الحجم وبعد كده الشكل للعمر اللون الأصل المادة فنشوفه بالإنجليش opinion size shape age color origin material الرأي ده مثلا زي nice جميل fine كويس beautiful جميل الرأي ده بيجبر بالضبط كلمة الوصف إنك بتوصف الحاجة سواء جميلة بقى أو وحشة الحجم big كبير tiny ضئيل large ضخم الشكل زي square lose fat العمر زي new recent old جديد حديث قديم اللون زي white brown green الأصل بقى وهو مثلا صيني مصري أمريكي أي حاجة Chinese صيني German ألماني Egyptian مصري material ودي المادة الخام زي leather gold wool سوف cotton وآخر خانة عندي كده مفروض تكون الاسم إنك بتكتب اسم الحاجة اللي انت بتوصفها تعال نحفظهم كده مع بعض سريعا يبقى نعتبر إن ده مثلا الرأي ده عبارة عن الوصف هنقول كده وصف حجم شكل عمر لون الاصل مادة خام الاسم قولهم كده معايا رأي حجم شكل عمر لون الاصل مادة خام الاسم تعال نشوف مثال I bought a beautiful large striped new red Egyptian cotton dress أنا جاب لي beautiful دي كده الرأي أو الوصف large الحجم striped الشكل new وده كده العمر بتاعه red اللون Egyptian ده الاصل وبعد كده جاب لي cotton وهي المادة الخام وبعد كده جابنا في الآخر الاسم اللي هو dress يلا بينا عندنا قاعدة بسطة جدا وهي الاشارة this that these those this this المفرد القريب that is المفرد البعيد these are للجامع القريب those are للجامع البعيد يبقى this للمفرد القريب with these للجامع القريب that للمفرد البعيد with those للجامع البعيد تعال نشوف امثلة this is my pin that is my car these are my shoes those are my trainers عندي قاعدة بسيطة جدا وهي قاعدة one أو ones one بتستخدمها انك انت تبدل الاسم المفرد تعال نشوف مثال I don't like shirt show me another one هنا عوضت عن كلمة shirt بكلمة one فهنا بدلت الاسم المفرد عشان هي كانت shirt هنا مفرد تعال نشوف ones ones بتبدل الاسم الجامع these trainers are much better than ones I had before هنا عوضت عن كلمة trainers بكلمة ones سريعا كده one بتعوض عن الاسم المفرد وonez بتعوض عن الاسم الجامع عندي قاعدة المستقبل بwill وقاعدة المستقبل بbe going to وعندي قاعدة المستقبل برضو بالمضارع المستمر تعال نفرق ما بينه مهمة ثلاثة اول حاجة الاستخدام بنستخدم قاعدة will في التنبؤ بدون دليل وقرار سريع وعرض وطلب وعود تهديدات حقائق إنما استخدام be going to بالتنبؤ بدليل أو التعبير عن خطط مستقبلية إنما بقى المضارع المستمر بنستخدمه في ايه في المستقبل بتعبر عن قارات انت مرتب لها أو مجهزها تكوين قاعدة will will زائد الفعل في المصدر ولو حبينا انفها بتكون فاعل won't مصدر أو فاعل will not مصدر إنما التكوين بتاع be going to بتكون بتتكون من am أو is أو are going to زائد المصدر النفي بتاعها amint isn't aren't going to زائد المصدر التكوين بتاع المضارع المستمر بيتكون من am أو is أو are الفعل ing النفي بيكون amint isn't aren't والفعل ing تعال نشوف مثال على كل واحدة I will travel tomorrow أنا سوف أسافر غدا I'm going to travel tomorrow I am traveling tomorrow تعال نشوف الكلمات الدلة على كل زمن ودي الكلمات ساعة لما أشوفها أعرف أن أنا أختار الزمن ده أول حاجة عندي وهي قاعدة will الكلمات الدلة عليها offer request promise warn threat product probably hope إنما الكلمات الدلة على قاعدة be going to be going to plan intended decide بتحفظهم كده خطة أنية قرار plan intended decide want evidence إنما المضارع المستمر prepare preparation arrange arrangement key words بقى الكلمات الدلة بقى على زمن المستقبل بشكل عام tomorrow soon next in the future in z أي سنة في المستقبل ملخص الأزمنة ملخص مضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع المستمر والماضي المستمر الاستخدام بتاع المضارع البسيط كنا من استخدامه في عادات أو حقائق أو روتين وكان شكله التصريف الأول للفعل بإضافة s أو es أو is للمفرد إنما لو كان جمع كان بدون أي إضافات ونفي بتاعه كان don't أو doesn't مصدر doesn't للمفرد وdon't للجمع السؤال بتاعه كنا منجيب do أو does في الأول وبعد كده فاعل وبعد كده مصدر الكلمات الدلة عليه every always usually often sometimes never الماضي البسيط وكان الاستخدام بتاعه حدث بدء أو انتهى في الماضي أو كان استخدمه في سرد القصة في الماضي وكان الشكل بتاعه تصريف التاني للفعل بإضافة d أو ed أو ied ده لو كان تصريف منتظم إنما لو غير منتظم زي go الماضي منها went زي see الماضي منها so النفي بتاعه كان didn't زائد الفعل في المصدر والسؤال بتاعه كنا بنجيب did في الأول وبعد كده فاعل مصدر كلمات الدلة عليه once ago last in زي اي سنة في الماضي in the past وعند yesterday كنا بنحفظهم yesterday last ago in the past in زي اي سنة ماضية once one day this morning المضارع المستمر الاستخدام بتاعه كان حدث مستمر وقت الكلام أو لفترة معينة التكوينة بتاعته كانت بتتكون من am أو is أو r والفعل زائد ing النفي بتاعه كان بيبقى amint isn't aren't زائد الفعل ing السؤال بتاعه كنا بنجيب am أو is أو r في الأول وبعد كده فاعل وبعد كده الفعل ing يبقى كلمات الدلة عليه now look listen at the moment at the present look watch out انا افتكر سريعا كده زمن الماضي المستمر كان حدث استمر الفترة وقطعوا حدث تاني وانا افهمه دلوقتي مع الرابط الزمنية كان بيكون من ايه من was aware زائد الفعل ing لما كنا بنفيه كنا بنجيب wasn't awarent والفعل ing شكله في السؤال كنا بنجيب was aware في الأول وبعد كده فاعل والفعل ing الكلامات الدلة عليه وهي while as just as when كان عندنا الرابط الزمنية في زمن الماضي المستمر وهي while as just as كان بيجي بعدهم ماضي مستمر ماضي بسيط او ماضي مستمر يعني ايه الكلام ده تعال ما اوصف لك مثال لو كان جاي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط وليكن مثلا انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون مبارح فالحدث كده بتاعي شغال مفيش اي مشاكل انا عمل بتفرج على التلفزيون مثلا وفرحانه مبسوط جدا جي التلفون بتاعي رن فاكيد هسيب التلفزيون مش هتفرج عليه وهاجري على التلفون بتاعي ارد اشوف مين اللي بيتكلم فده كده الحدث اللي كان مستمر هيكون ماضي مستمر والحدث اللي جاي قطع الحدث بتاعي هيكون ماضي بسيط لما لو كان ماضي مستمر ماضي مستمر هيبقوا حدثين محفيش حاجة تقطعهم وليكن مثلا انا كنت قاعد بزاكر واخويا كان قاعد بيلعب في الشارع فاحنا الاتنين ملناش داعوا ببعض خالص ففيش حاجة قطع في اي حدث فينا فده كده بنجيب جملة الاولنية ماضي مستمر والجملة التانية ماضي مستمر بينما انا كنت عمال بلعب العب كمبيوتر التلفون ران فده كده حدث كان مستمر بجي حدث تاني وقطعه بينما انا كنت قاعد باكل اخويا كان قاعد بيكتب الواجب بتاعه فكده حدثين مستمرين فما فيش حاجة تقطع التانية فبتبقى ماضي مستمر ماضي مستمر فانت هتعود نفسك ان while و as just as لازق بعدها على طول ماضي مستمر عندي بعض الافعال recommend بيجي وراه الفعل ing suggest الفعل ing recommend و suggest سعب بيجي بعدهم فعل وبعد كده الفعل في المصدر prefer بيجي بعده الفعل ing prefer سعب بيجي بعده الاسم what browser بيجي بعده الفعل في المصدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة